فل يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية سياساته الخاطئة هو موقف وزير الخارجية الروسي من أزمة اللاجئين خلال لقائه المفوضة الأوروبية المسؤولة عن المساعدة الإنسانية في موسكو تصدي العدالة بأن تتحمل هذه الدولة المسؤولة عن اطلاق عنان النزاعات مسؤولية توفير المساعدات الإنسانية للضحايا تكرار لموقف كان علنه الرئيس الروسي وشمل الولايات المتحدة حيث حملها مسؤولية الإطاحة بصدام حسين ومعمر القذافي ودفع تلك البلاد إلى أيدي الجماعات المتطرفة الأمم المتحدة ردت بالفصل بين الشؤون السياسية التاريخية والقضايا الإنسانية أنا لا أعيد المسؤولية إلى الأحداث التاريخية أحدد القضية بالشأن الإنساني لا أريد أن أحمل دولة مسؤولية محددة أعتبر أن الترابط لا يهم الآن المهم هو القابلية على تحمل المسؤولية وأزيد القول أن استقبال اللاجئين يختلف عن مسألة تقديم المال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وغدت آلانها عن صرف المليارات لمواجهة التغييرات الناجمة عن أزمة اللاجئين واستعدادها لاستقبال حوالي نصف مليون لاجئ على مدى السنوات القليلة المقبلة أقدت مؤتمران صحفيا مع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفان الدولة المثيلة لألمانيا في موقفها من اللاجئين نريد نظاما إلزاميا ودائما عندما يدخل اللاجئون أرض بلادنا أعتقد أننا نحتاج لتوزيع عادل في الدول الأوروبية كل هذا سياسة وقانون أما ميدانيا تحاول الشرطة جاهدة السيطرة على الموقف بهدوء لكن الألف ينتظرون منذ أيام باصا وهو باص واحد ألا لست ساعدا أن أتي إلى هنا وأعامل كالحيوان نحن ننتظر منذ أيام هنا فإذا بسلطة المجرية تأتي بباص واحد في اليوم لم يعد لدي أحلام ولا أمنيات أقول لكل الذين بقوا في سوريا لا تغادروها الرحلة خطرة جدا أرى الموت يوميا وكيفما نظرت لا أرى سوى الموت الحال نفسه في اليونان ومقدونيا وصربيا ومزيد من الدول تعلن استعدادها للاستقبال البرازيل وتشيلي وكندا وغيرها لكن هل سيصل هؤلاء التائهين؟